فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة أحبائي شيء آخر بموضوع الوقت استخدم كل فرصة الرسول بولوس كان موجود في سجن أفيسوس وعم بيكتب لتيموثاوس ولاحظ شو بيكتب بقول له اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب انتهر وبخ وعذب كل أنا وتعليم ليه لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات أما أنت فاصحوا في كل شيء يعني انت به احذر فانظروا كيف تسلكون احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تمم خدمتك تعرف حبائي وقت مناسب وغير مناسب لأنه عدو الإنسان هو الشيطان والشيطان هو لس حرامي اللي بيسرق الوقت وبيضيع الأملاك والأوقات الثمينة في حياتنا كم من الوقت الضايع على الخطيئة كم من الوقت الضايع على الكلام المؤذي كلام النميمة كلام التشهير والتعيير كم من الأوقات التي تضيع على أمور لا تمجد الله وحيانا أمور بتضيع على أشياء جيدة لكن مش الأفضل مش بحسب مشيئة الله مثال على ذلك مرثى كانت طبعا نشيطة جدا لكن اهتمت في الأمور الزمنية والرب تكلم وقال مرثى مرثى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد أما مريم فاختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها